موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير حلقة جديدة من اخر النهار على شبكة تلفزيون النهار حلقتنا حلقت يوم لتنين الموافق 18 فبراير 2019 من الميلاد الهدف مش الحزن الهدف التذكرة الهدف مش الاحباط ولا الانكسار لكن الهدف هو الفخر والفخار الهدف ان احنا طول الوقت نقول لهم ان انتوا ما تتنسوش والهدف طول الوقت ان احنا نقول لهم جملكم على الراس والهدف طول الوقت ان احنا نقول لهم اروحكم ما راحتش هباء ما راحتش سدى الوطن الباقي هو تمن تضحياتكم الكبيرة اللي انتوا دفعتوها وبتدفعوها وحتدفعوها كلامي لكل رجال القوات المسلحة البواسل والشرطة البواسل اللي بيحربوا معركة الشرف حرب الكرامة والعرض والأرض تسموها معركة سيناء تسموها معركة المصير هي معركة كل المصريين وأشقائنا واخوتنا رجال القوات المسلحة المصرية البواسل بالتعاون مع الشرطة البواسل هم اللي بينخوضوا هذه الحرب دفاعا عنها احنا بدنهم تفويد وتوكيل بانهما يحربوا عنا ويدفعوا عنا ويأمنونا وهم في هذا يبلون بلاء اكثر من الحسن اكثر من الرائع لدرجة التضحية بالنفس والروح وهي اغلى ما تمتلك النفس البشرية خمستاشر تعظيم سلام خمستاشر تحية من القلب خمستاشر تحية مصرية خالصة بحجم الوطن وبحجم تاريخ الوطن وبحجم حزن الوطن على هذه الارواح الخمسة عشرة نقف دقيقة حدادا نعز فيها باسمي وباسم فريق عمل البرنامج وباسم شبكة تلفزيون النهار هذه الارواح الخمسة عشرة الطاهرة التي سقطت يوم اول امس دفاعا عن ارض مصر الطاهرة ولا تحسبان الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم حسك عينك تتعتع ويدك عالزناد رحمة الله على الشهداء والحقيقة ان كلنا عبد الودود كل مواطن مصري سواء يرتدي الزي العسكري في القوات المسلحة او الزي الشرطي في وزارة الداخلية هو عبد الودود هو المواطن المصري المرابط على الحدود يحمي ارضه وعرضه واهله وناسه وبلده بس هما الحقيقة اللي مش فاهمينه كمان المتآمرين والارهابيين ودايرة الشر كلها ان المصريين كلهم عبد الودود مش بس القوات المسلحة يعني هما بيستهدفوا القوات المسلحة وبيستهدفوا الشرطة بالاساس الارهاب والجماعات الارهابية وفاهمين ان ده ممكن يكسر الجيش او يكسر الشرطة او يكسر العلاقة اللي ما بين الشعب وجيشه وشرطته والحقيقة انا مش عارف هما اغبية ولا بيتغابوا انا مش عارف الارهاب اغبية ولا بيتغابوا انا في رأي انهم هما الاتنين في رأي انهم الاتنين هما اغبية وبيتغابوا كمان كم مرة قلنا وكم مرة التجربة العملية على ارض الواقع اثبتت انه بلاش احنا بلاش احنا عارف زمان كده اللي هو حاول مرة اخرى يا صلاح الدين ريتشارد كده لما كان عامل الابراجب بلاش احنا اوه ده من اللي انت عاوزه بش احنا لحنا اللي جيشنا حالته المعنوية حتقع في الارض ولا شرطتنا حتيق اسوى تنهار وطحبت ونقول لا 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 خلاص بقى احنا نسيب الشغلانة دي ولا احنا الشعب اللي حيجي يقولك لا والله لا ده الجيش بتاعنا وحش والشرطة بتاعتنا وحشة ونبعد عنهم ونتنين نكسر فيهم ونتكسر بعديفهم ما حصلتش ولا حتحصل فمحتاجين كام الف مرة يا ارهابيين يا اغبية وياللي وراهم ياللي اغبى منهم سواء بقى كان قطر ولا تركيا ولا الجن الازرق اللي بيمول الجماعات الارهابية اللي بتستهدف امن مصر محتاجين تفهموا كام مرة وتتعلموا كام مرة وتتقرسوا كام مرة عشان تعرفوا ان مصر الحمد لله عندها مناعة ضد القذارة عندها مناعة ضد الخيانة عندها مناعة ضد العمالة محتاجين كام الف مرة على فكرة احنا ما بنزعلش لما بيسقط من عندنا شهداء احنا بنتقلم طبعا لفرقهم والفرق الحبيب صعب لكن احنا في مصر ودي عجينة الشعب المصري وتركبة الشعب المصري اللي عمركم هتفهموها احنا مواكب الشهداء دي بتزدنا فخرا بتتقل قيمتنا بترفع رقبتنا بتخلي طريق الخلود لهذا الوطن مليء بالشهداء اللي ضحوا فده يعلي قيمة المصريين مش يوطيها وعمركم هتنجحوا ان تتخلوا مصر معزة كبير او ميتم كبير بالعكس انا بقول لكم البيوت اللي بيسقط فيها شهيد بتسمع فيها زغريد وهذا لا يحدث الا في مصر البيوت التي يسقط فيها شهيد بتسمع فيها في نفس الليلة زغريد الحزن في القلب والوجع قاسي والعيون تذرف دما مش دمعا بس برضو اللي سنبي زغرد على هذا المصير الذي ندعو ربنا سبحانه وتعالى ان احنا كلنا ننتهي اليه وهي الشهادة وفي جنة الخلد مع القديسين والانبياء والصدقين فهم مش فاهمين ده بس انا بقول لحضراتكم انه يوم بعد يوم معدن هذا الشعب يظهر ويقوى ومعدن هذا الجيش يعطي درس لكل الاخرين هذا جيش لن ينكثر وهذا شعب لن يقهر ولو كره الكارهون وكلنا بخلاف الجيش والشرطة كلنا الميت مليون مصري كلنا مشاريع شهداء ما عندناش ادنى مشكلة كلنا نروح بس هذا الوطن يبقى ويعيش طيب وانا اعتقد انه الاحساس العالي ودرجة الادراك العالية اللي عند السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي جعلته مباشرة مباشرة وفور عودته من المانيا وتحديدا من مدينة ميونيخ حيث كان يرأس وفد مصر في مؤتمر ميونيخ للامن مباشرة ذهب ورأس اجتماعا للمجلس الاعلى للقوات المسلحة وده معنى ايه وده الحقيقة بتبقى يعني بخلاف طبعا العمل والاجندة بتاعت الاجتماع والموضوعات التي تم التباحث فيها وما الى ذلك ده بيديك اشارة انه رئيس الجمهورية عنده ترمومتر اللي هو اكبر سلطة في البلاد او اكبر رأس سلطة في البلاد عنده ترمومتر حساس يقول لا وقعة زي دي تستلزم ان انا روح اععد مع رجالي في القوات المسلحة ونشوف ايه اللي حصل ونشوف هذه الواقع ونشوف كيفية عدم تكرارها ودروس المستفادة منها والدلالات بقى ده معناه كذا لان اخدوا بالكم قوات المسلحة ما بتهزرش مش بس حدثة وحنجيب الارهابين اللي عملوها وخلصت لا ده الحدثة دي وقعت هنا وبالشكل الفلاني ففي ناس من اللحظة الاولى لحدوثها بتاريت في التحليل وتقول لك ده اشتركت كذا ودي الطريقة اللي بيتتبعها اسلوب كذا او عناصر كذا او جهاز بخابرات كذا او جماعة كذا الارهابية ودي معناه ان في ناس تسللوا من ناحية دي والجغرافية المكان معناها انها كذا كل هذا التحليل الاستراتيجي شغل في منتهى الاهمية يجب ان يحلل ويدرس ويتخذ بناءا عليه قرارات مستقبلية هو ده الشغل العلمي المنهجي السليم هي مش خناءة ومن تقلص لا ده شغل علمي منهجي في منتهى الدقة والحيال قواتنا المسلحة سواء الجزء القتالي فيها او الجزء المعلوماتي والمخابراتي والعسكري والتحليلي بيقوم بمجهودات وعنده خبراء وعلماء على اعلى المستويات على اعلى المستويات وده اللي بخلي الحمد لله جيشنا طول الوقت في التصنيفات المتقدمة جدا جدا بين اقوى جيوش العالم مش بس بالسلاح والعتاد لا كمان بالعلم والتحليل والمعلومة وطبيعة الحال كمان ان الرئيس كان بيستعرض من المجلس على القوات المسلحة نتيجة اللي حصل فيه مؤتمر ميونخ للامن لانه اخذوا بالكم مؤتمر ميونخ للسياسات الامنية متعلق كمان بالحاجات دي العلاقات ما بين الدول الحروب المرتقبة الاحتقانات اللي حصلة ما بين بعض الدول في علام الدبلوماسية مين بيعتدي على حد بالكلام مين بيعتدي على حد بالسلاح مين اللي ممكن يبقى مهدد بالحرب كل ده كان بيتم تمناقشة في مؤتمر ميونخ للأمن فكان واجب كمان استعراضه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من خلال تواجد رئيس الجمهورية ورئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة طيب تعالوا نروح ليوم الجمعة اللي فات يوم الجمعة اللي فات كان يوم في رأيي يوم سعيد جدا 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 لينا تحديدا في قناة النهار وللوسط الإعلامي ككل مساء الجمعة الماضي استقبل حزب الوفد هذا الحزب العريق والتاريخي والكبير استقبل واستضاف احتفالية كبرى لتكريم مجموعة من الإعلاميين في احتفالية حزب الوفد بمرور مئة سنة على تأسيشه مئة سنة وفد مئة سنة لبرالية مئة سنة ديمقراطية مئة سنة وطنية مئة سنة مدرسة لتخريج رجالات الوطن والسياسة والاقتصاد والأدب وكل مجالات الحياة مئة سنة جمعة اسمها الوفد تدرس فيها الوطنية والانتماء والاحترام وتفضيل مصلحة البلد العليا على المصالح الشخصية وكل ما له علاقة بالعزة والاحترام هذا الكلام ليس مجاملة مني لحزب الوفد لكن حزب الوفد يستحق تاريخ هو الانصع وتاريخ هو الاكبر في الحياة السياسية حزب الوفد اقدم ممبر سياسي على مستوى العالم ايوة اقدم ممبر سياسي على مستوى العالم نشأته مع نشأة السياسة في مصر وتحديدا في عام 1919 والشهر القادم حيحتفل حزب الوفد احتفال كبير جدا بمئويته حيقيم احتفالية كبرى تدعى لها كل يعني اقطاب السياسة والاعلام والشخصيات العامة في مصر بهذه المناسبة مئوية حزب الوفد اقام حزب الوفد وجريدة الوفد اللي بنوجه لها كمان التحية باعتبرها واحدة من اعرق واهم الصحف في مصر وبوابة الوفد الالكترونية اقاموا استفتاء لاختيار افضل قنوات الاعلامية وافضل البرامج وافضل الاعلامين وانا قلت لحضر لكم الاسبوع اللي فات انه الحمد لله والشكر لله انه قناة النهار كانت لها نصيب الاسد في الفوز بجوائز هذا الاستفتاء حصلت قناة النهار على خمس جوائز بتقول لي خمسة اقول لكم ايوة خمسة في عين العدو وفي عين الحاقد وفي عين الحاسد وفي عين الكاره وفي عين اللي شفنا وما صلاش على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما وكل من له نبي يصلي عليه حصلت قناة النهار على جائزة افضل قناة وحصل الزميل عمر الليثي على جائزة افضل برنامج اجتماعي وحصلت الزميلة منعرائي على افضل برنامج لا انساني وحصل الزميل الهواري احمد الهواري على جائزة افضل موقع فني وبرنامج فني برنامج وشوشة اللي بيضاع كمان على شبكة تلفزيون النهار واخرهم العبد الفقير الى الله تامر امين حصل على جائزة افضل مقدم برنامج توك شو خمسة بيقولوا حاجة خمس جوائز بيقولوا حاجة مهمة بيقولوا واحد انه الحمد لله في جهد بيبدل هنا نتيجة طلعة هنا على الشاشة وحضراتكم شايفينه هنا في بيوتكم رقم اتنين بيقول انه جريدة الوفد وحزب الوفد وموقع الوفد الالكتروني لديهم من المصداقية والنزاهة اللي يخليك تقول انه مفيش مصلحة بنا يعني هم مدناش كل هذا الكامل من الجوائز في قناة النهار لانه هم منتظرين مننا حاجة نحن لا نملك شيء لنعطيه الا الاحترام والتقدير لهم طبعا ومفيش علاقة شراكة بنا مفيش علاقة حاجة بنا فده يعطيك مؤشر على نزاهة هذه الجوائز وطريقة اختيارها وانه لما يجي من منبر سياسي كبير وموقع الالكتروني صحفي كبير ده يدل كمان على المهنية فيخليك تسعد بهذه الجوائز السعادة مضعفة كامل آخرت النهار كانت في بيت الامة مساء الجمعة ورصدت لكم هذه المشاهد في احتفالية كبرى بمقر حزب الوفد مساء امس الجمعة قام الدكتور بها ابو شق رئيس الحزب بتسليم جوائز استفتاء الافضل الذي اجرته بوابة الوفد واللجنة النوعية للاعلام وشارك فيه مئات الالاف من المصريين هو استفتاء على ارض الواقع في ان في مصر رجال اعلام سواء اكانوا كتابا ام في برامج مرئية او في مرامج مسموعة كلهم وطنيون كلهم على قلب رجل واحد مع الشعب المصري في حماية الدولة المصرية في الدفاع عن الوطن والدفاع عن المواصل وخلال الاحتفالية تسلم الدكتور عمر الليثي رئيس شبكة تلفزيون النهار ومقدم برنامج واحد من الناس جائزة افضل موذية في مصر لعام الفين وثمانية عشر الشعور النهار ده عندي مضاعف يعني اولا اختياري افضل مقدم برامج في عام الفين وثمانتاشر من حزب الوفد العريق وباخد الجائزة من داخل بيت الامة بمناسبة مرور مئة سنة على صور تسعتاشر وباخدها من رئيس الحزب العظيم والشعور ده في حد ذاته شهادة التخدير كبيرة جدا بالنسبة لي وامتنان لان احنا كاعلاميين وانا كاعلامي بيسير في الطريق الصعيح في تخديم خدمات للمواطنين من خلال واحد من الناس فيما تسلمت الاعلامية منعرائي جائزة افضل مقدمة برامج انسانية كما تسلم الاعلامي تامر امين مقدم برنامج اخر النهار جائزة افضل موذية توك شو حاجة تشرف انه قناة النهار في شهور قليلة جدا تقدر تستحوذ على كل هذا الحب وكل هذا الاستحسان من المشاهدين وكمان القراء والمتداخلين على المواقع الإلكترونية وده اذا كانت بسبب يعني بعد توفيق ربنا للحالة الحب والتفاهم والخبرات اللي موجودة في قناة النهار فيما تسلم الاستاذ علاء الكحكي رئيس مجلس ادارة قناة النهار جائزة افضل قناة في مصر خلال عام الفين وثمانية عشر انا سعيد ان انا في وسطيكم وسعيد ان موجودين في حزب الوفد وسعيد ان التصويت دوا من قراء موقع وجريدة الوفد والحقيقة انا حاسس بفخر كبير جدا بالحاصل في مكان عريق زي ده ومكان ومجلة وجرنان وموقع عريق بالشكل ده والحقيقة فخور بكل الزملاء اللي كسبوا النهاردة كل حقيقة وكانوا هما السبب في وجود قناة النهار النهاردة ومبروك عليكم ودايما يا رب في تقدم ونجاح وخلال الاحتفالية تم تكريم اكثر من ثلاثين شخصية اثرت مجال الاعلام والصحافة في مصر خلال عام الفين وثمانية عشر وذلك في اطار احتفال حزب الوفد بمرور مائة عام على انشاء الحزب وثورة الف وتسعمائة وتسعة عشر مبروك لكل الزملاء الذين فازوا سواء في قناة النهار او حتى باقي الزملاء في القنوات المختلفة على حصاد شغلهم وحصاد اجتهادهم واحنا هنا بنقول طول الوقت انه ليس لنا في الامر شيء القصة كلها اجتهاد فقط مننا ثم الباقي هو توفيق ربنا اولا ثم متابعة حضراتكم ورضاكم عن المنتج اللي احنا بنقدمه يارب يكون ده طول الوقت موجود يارب تكون ثقتكم فينا في محلها يارب نكون احنا عند حصة ظنكم دايما ويارب ييجي شهر يناير الفين وعشرين ويحيينا ويحييكم ربنا ونكون احنا وانتم اقرب الى بعض وحالة الرضا اللي عندكم عننا زادت لاننا طول الوقت بنجتهد في ارضاكم تنتقي بعض الفوص على مدار ثلاثة ايام اجتمع رؤساء المحاكم الدستورية بالعديد من الدول الافريقية بالمؤتمر الثالث الذي عقادته المحكمة الدستورية العليا المصرية باقشوا خلاله كافية تعزيز سبل التعاون القضائي الدستوري بين دول القارة الصمراء لتختتم فاعليات المؤتمر بجلسة ختامية تم خلالها اصدار التوصيات الهائية التي يمكن من خلالها تعزيز تعاون القضائي الافريقي في القضايا المحورية التي تواجه الهيئات القضائية عبر القارة اهم التوصيات ان تطورها هننتقل من المرحلة الاولى اللي اطلقنا فيها المنصة الى المراحل التالية الخاصة بتطورها هننتقل ايضا في التوصيات هنركز على تدريب القضاء الافارقة في مصر تدريبهم على استعمال المنصة الالكترونية تدريبهم على اكتساب بزيد من الخبرات في مجال القضاء الدستوري اللي طلعنا بيستنادي ان احنا مستمرين في اداء مهمتنا احنا طبعا عملنا انجازات مادية كثيرة اكثر من السنة اللي فاتت اهمها لاطلاق الشبكة الالكترونية للمعلومات وده جزء من منظومة التعاون وده منظومة متكاملة ومنظومة مستمرة فاحنا النهاردة اطلقنا الشبكة فريدة من نوحة بتجمع اربعة وخمسين او خمسة وخمسين دولة افريقية في اطار رقمي يسمح ليهم بتبادل المعلومات القضائية وقانونية بما يعود بالنفع على اعضاء المحاكم والخضاء فقط وانما على مجتمعاتهم نفسها بيوليه دور كبير في تمامية الوعي القانوني والقضائي في هذا المجتمع ربما ابرز نتائج المؤتمر هذا العام هو البدء في المرحلة الاولى من قاعدة البيانات الرقمية القضائية الدستورية وبوابة المعلومات الافريقية والتي تهدف لتجميع جميع الدستير الافريقية وربط الهيئات القضائية عن طريق تبادل المعلومات في جميع المسائل المتعلقة باقامة العدلة كما تم تبني تدابير محددة مثل طرح اصلاحات قانونية وارساء بنية تحتية منائمة مع الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة اهم ما في هذا المؤتمر انه تم الاعلان عن افتتاح موقع الالكتروني للمحاكم الدستورية الافريقية وهذا هو الحدث البارس في هذا المؤتمر ونتمنى ان تكون النتائج تلقى التنفيذ والمتابعة من قبل المحاكم الدستورية والقضاء الافاري نعرف ان التواصل بين المحاكم صعب جدا وهذه المنظومة الاعلامية سوف تسهل عمل المحاكم سواء من حيث فق القضاء تبادل المعاملات والتجارب الجيدة بين هذه المحاكم الى جانب ذلك هناك عديد التوصيات الهامة في طرح تعزيز حقوق الانسان وحقوق الفئات المهمشة وادراقا للفرصة التاريخية التي تقدمها رئاسة مصر للاتحاد الافريقي خلال هذا العام واعترافا بالاهمية القصوى للحفاظ على تقليد التقاء رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية فقد تقرر عقد المؤتمر كمنتدى دائما قره المحكمة الدستورية في القاهرة سنويا في الربع الاول من كل عام احمد غنيم اخر نهار شكرا جزيلا للزميل احمد غنيم على هذا التقرير والحقيقة ان هذه هي ايام افريقيا بامتياز في مصر هذا الزخم وهذا الدعم وهذا الاهتمام المصري بالقرى الافريقية على كل المستويات بيعود سنوات كثيرة جدا جدا من الغياب وبيضع اساس لسنوات قادمة من التواجد والاهتمام والريادة المصرية في هذه القرى مؤتمر المحاكم الدستورية العليا بافريقيا ومن قبل تسلم مصر رسميا رئاسة الاتحاد الافريقي بالاضافة للفعاليات الافريقية الثقافية اللي شفناها وكان فيه مؤتمر صحفي الاسبوع اللي فات في مدينة اسوان الجميلة حيث الملتقى الثقافي الفني المصري الافريقي بالاضافة الى اختيار اسوان لعام 2019 لتكون عاصمة الشباب الافريقي مؤتمر افريقي كمان هيعقد في شهر مارس القادم في اسوان كأس الامم الافريقية اللي هتعقد في مصر ان شاء الله في شهر يونيو القادم كمان المبادرة النهاردة اللي عملاها جامعة القاهرة ومبادرة في منتهى الروعة مبادرة اعلن عنها الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مبادرة اسمها الف قائد افريقي حيتم تجهيز مجموعة من الشباب الافريقي الدارس في جامعة القاهرة ليكونوا قيادات في المستقبل يتم تجهيزهم بالمستوى العلمي والتعليمي والتدريبي والتأهيلي والقيادي علشان يبقوا قادة في بلدهم ان شاء الله وتبقى الانطلاقة من مصر ومن واحدة من اهم المنارات التعليمية في مصر وهي جامعة القاهرة تعالوا نروح لمنارة تانية حاجة من وراء كده في مصر طول الوقت الحمد لله وربنا يديم عليها النعمة ويديمها لنا الا وهي محمد صلاح محمد صلاح عنده بكرة مطش في غاية الاهمية في غاية الاهمية بكرة الثلاثة عشر مساء حيلتقي ليفر بول في استادو في انفلد رود حيلتقي الزعيم الالماني الكبير بايرن ميونيخ واحد من اهم واتقل واقوى فرق القرى الاوروبية وفرق العالم كلها في ذهاب دور التمانية لدور رابطة الابطال الاوروبي مباراة مهمة جدا 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 وهو ده اللقب اللي محتاجين محمد صلاح يحصل عليه علشان يبقى في حتة تانية هو لحد دلوقتي لعب كبير هو واحد من اهم من جوم العالم وحصل على الكرة الذهبية الافريقية سنتين واربعة كل ده تمام بس محمد صلاح نقصه لقب كبير لحد النهاردة ما عندوش لقب ما عندوش لقب مع سواء منتخب مصر انه هو حاصل مثلا معاه على كأس الامم افريقية لسه ما حصلش ولان اخر بطولات الامم افريقية احنا عصلنا عليها 2006-2008-2010 كان محمد صلاح مش فيه المنتخب والبطولة الوحيدة اللي اشترك فيها كانت 2018 هذا العام في بداياتها وصلنا للدور النهائي لو تفتكروا اخسرنا من الكاميرون اه عندو انجاز الصعود لكأس العالم بس ده مش لقب المستوى الفردي محمد صلاح محتاج يكسب الدور الانجليزي مع الافرطول هذا العام فيبقى حاصل على واحد من اهم دوريات العالم هو الدور الانجليزي ويكسب كمان مع نادي ليفر بول الشامبينز ليج ده يخليه بقول لكم في حتة تانية يخليه بقى يتحول من لاعب كبير الى اتنين تلاتة اللي هم اللاعبين الاستثنائيين فان شاء الله ده يتم مع دعواتكم وتوفيق ربنا لمحمد صلاح بس في حاجة حصلت الاسبوع اللي فات اسعدتني جدا لحقيقة وخلت محمد صلاح شوية يروح للحتة اللي انا بكلم حركوا عليها دي وهي الحتة الاستثنائية هو صحيح اعلان تجاري لوحدة من شركات المياه الغازية المعروفة دوليا لكن في النهاية انا ما يعنينيش الاعلان انا يعنيني محمد صلاح واعتقد كلكم شفتوا الاعلان لما اذاع على الشاشات المصرية وفي الاعلان محمد صلاح بيباري ميسي ميسي ومحمد صلاح في اعلان واحد لوحدهم وهم بيتخنقوا على الكنز العلبة الصفيح بتاعة المنتج المياه الغازية وادي صورة من الاعلانة هو صلاح في نظرة تحدي لميسي وميسي في نظرة تحدي مقابلة لصلاح والاعلان لو حضركم شفتوا طبعا مش قدر ازعلكوا الاعلان انه اعلان تجاري مدفوع الاجر او هكذا يجب ان يكون يعني فالنظرة فيها تحدي والاعلان عبارة عن مباراة في الحرفنة والمهارات ما بين ميسي ومحمد صلاح مين الاجدر ليفوز بيكنز الحاجة الساعة ثم في النهاية في نهاية الاعلان هما الاتنين قعدوا يتبروا مع بعض ويخبطوا مع بعض لحد ما واحد ما عدي امواخد اخر حتة حاجة ساعة ومشي ليه انا سعيد بهذا الاعلان لانه الشركة الدولية بتاعت الحاجة الساعة دي ما بتهزرش ولما تحط حد قصاد ميسي يبقى هاي عارفة انه يستاهل يبقى هنا انتوا اخدي ببالكم من الاشارة اللي انا عايزة سيبكم بقى من الاعلان وسبكم من ان هو حلو وسبكم من مهارات صلاح وان هو لعب الكرة كده فوقع بيها المشاة كل ده حلو كل ده حلو لكن انا بتكلم طول الوقت على ما وراء الصورة الحاجة الاشارة الرسالة اللي تهمني شركة كبيرة بحجم شركة بيبسي علشان ميسي 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 بفهوش هزار ميسي هو ميسي من 5-6-7-18 سنين ميسي وحيفضل ميسي لحد ما يعتزل الكورة ومعادش هيجي ناحية ميسي فعشان يختاروا ميسي ويختاروا واحد بس قصاد ميسي في الاعلان ويقولوله انت ولا هو هو ولا انت ده في حد ذاته مكسب كبير لمحمد صلاح مكسب كبير لمحمد صلاح وموافقة ميسي ان محمد صلاح يستاهل يكون في الموقف ده وفي الوضعية دي عشان كده انا بقول لحضراتكم ان معل الاعلان ودلالة الاعلان اهم عندي من الاعلان هو فيه تقدير كبير جدا لحجم ونجومية وشهرة محمد صلاح لكونه لا يقل عن واحد من اهم من انجبت كورة القدم في العالم في المئة سنة اللي فاته وهو ليونال ميسي الارجنتيني طيب بمناسبة بقى الشهرة عندي موضوع كده هو لايت ولطيف بس مهم والموضوع ده قبل ما اكلمكم فيه عايز اسألكوا سؤال عايز كل واحد من حضراتكم يفكر فيه كده بهدوء وحتى مش لازم تجاوبوا علي دلوقتي يعني بس فكروا فيه بهدوء من وجهة نظركم النجومية والشهرة الكبيرة السبب الرئيسي او الاكتر السبب الرئيسي ما بقولش الوحيد السبب الرئيسي او الاكتر فيها في الوصول الى الشهرة والنجومية الكبيرة الموهبة ولا الذكاء تفتكروا ايه انا مش بقول ان واحد منهم هما الاتنين لازم يكون موجودين بس مين لما يبقى اكبر يصل الى النجومية والشهرة الاكبر الموهبة لما تبقى اكتر وذكاء قليل تصل الى النجومية اكتر ولا موهبة معقولة او قليلة وذكاء كبير تصل الى النجومية اكبر هو ده السؤال عشان ما حدش يقول لي انت بتقول يا دي يا دي لا هما الاتنين بس انا بقول نسبة مين الاكبر في الوصول الى الشهرة الاكبر والنجومية الاكبر انا رأيي المتواضع بعد الحمد لله رب العالمين انه النسبة الاكبر التي تؤدي الى نجومية وشهرة كبيرة الذكاء قبل الموهبة طبعا لازم يبقى فيه موهبة مش حول صفر بس لو ما فيش ذكاء وكبير بتضيع الموهبة وده مش كلاني ده الواقع والحياة اللي احنا شفناها لسنوات طويلة جدا جدا يعني مثلا ومن غير ما حد يزعل مني انا انتو عارفين لساني ما بيحبش مجاملة وما بيخافش من الحق يعني واحد زي نجم النجوم في الاغنية العربية وشهرته عالمية كمان فنان الكبير اللي بتسمى الهضبة عمر دياب عمر دياب عنده موهبة ما حدش يختلف عليها بس انا في رأيي ان عنده ذكاء يفوق بكتير الموهبة ذكاء بيفوق بكتير الموهبة وهذا الذكاء الفائق هو اللي بيحسن ادارة هذه الموهبة والحياة وتطورها وبقاءها كل هذا الوقت من الزمن محمق عمر دياب نجم من التمانينات من اول البوم لما كان من كم سنة وانا ميال لو تفتكروا ميال ميال ثم حبيبي يا نور العين ثم مش عارف ايه ثم ثم بسم الله ما شاء الله مفيش فترة وقع فيها عمر دياب فظل نجم النجوم ومتصدر الساحة الغنائية تلاتين سنة دي الوقت بسم الله ما شاء الله على الجانب الاخر ومن غير ما يزعل مني لانه عارف بحبي ليه فنان كبير مثلا كبير زي الاستاذ محمد الحلو فنان كبير زي الاستاذ علي الحجار فنانين تقال جدا جدا موهبة مش بقى ما يختلفش عليها اتنين موهبة خارقة يعني صوت محمد الحلو حنجرة محمد الحلو ولا علي الحجار وإحساسهم ما حاجة بسم الله من شاء الله كده تتوزن دهب تتوزن دهب لكن عشان ما فيش ذكاء فني انا طبعا ما بقولش ان ما فيش ذكاء خالص لان كل البشر اذكياء اتكلم عن الذكاء الفني اللي هو ذكاء ادارة الموهبة اللي هي بيسموها برة في الغرب وحتى عند اخواننا اللبنانيين بيسموها ستار ميكينج صنع النجومية ستار ميكينج او ستار ميكر وفي ناس متخصصين في لبنان بالذات بيعملوا كده دور ان هو يصنع موهبتك ويرعاها وياخد بيدك للنجومية علي الحجار ومحمد الحلو حنجرة وصوت وما فيش زيهم وفي رأي موهبة طرابية طرابية غنائية تفوق موهبة عمر دي لكن مين اللي استمر ومين اللي فاضل لحد النهاردة متصدر الساحة ومين اللي قلبماته كلها بسم الله ومشاء الله مبيعات كومبليه مين اللي حفلاته كومبليه كامل العدد مين اللي اغانين الناس بتسمحها ليه ونهار عمر دياب لهذا الذكاء الفني وإدارة موهبته بشكل مثالي والأمثلة بقى كتير 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 في كل المجالات وعلى فكرة مش غنى بس في الكورة في الكورة هو فيه حريف زي جه زي حمد عبداللطيف بتاع الزمالك زمان فيه لعيب جيب مهارات وإمكانيات مثلا إبراهيم سعيد لعيب الأهلي والزمالك برضو زمان قوة ومهارات والدفاع وهجوم وكل حاجة بس هنا فيه سنة مشكلة فخلت حمد عبداللطيف مجرد لاعب في لدي الزمالك حتى ما كانش يعني له إنجازات مع منتخب مصر إبراهيم سعيد صبعا شفته نهايته يعني بطى الكورة خلاص تقريبا وما عملش حاجة مهمة أوي في تاريخه وفي تاريخ الأندية أو المنتخبات والأمثلة كثيرة يبقى قصة هنا مش هنا مش في الرجلين ليه بقى أنا بقولك كل هذا الكلام علشان اللي عملته هيفاء وهبي هذا الأسبوع هيفاء وهبي نجمة نجمة لا خلاف على ذلك نختلف أو نتفق كل واحد وزوءه كل واحد وزوءه كل واحد وميوله وأنا ما بخشش في ميول حد ولا بجيب الناس خليها أجبرها إنها تمشي مع ميولي لكن هيفاء نجمة وإنتوا عارفين إن أنا يعني مش في مكان اللي مجملتها أو نفقها لأنوا عارفين إن أنا من أكتر الناس اللي بينتقدها لما بتغلط والفيديوز واليوتيوب موجودة وهي كان في ساعة أحيان بتزعل منيو بعد كده خلاص ما بتش تزعل لأنها عارفة إن أنا لما بتعمل حاجة وايسا بقول لها برافو ولما بتخطئ بأنتقدها وده واجبنا كإعلامين بس هيفاء الحقيقة الأسبوع ده عاملة حاجة حلوة جدا من وجهة نظر المتوضع وهيفاء ينطبق عليها الكلام اللي أنا كنت بقوله من شوية هيفاء نجميتها ذكاء ما عابش بقى لحد السقف كده وموهبة شايفين البتاع ذكاء وموهبة ذكاء هيفاء تفوق موهبتها أضعاف مضعفة وده السبب في إنها واحدة من سوبرستارز العالم العربي وشهرتها وصلة عالميا وبيسموها حتى الديفا الديفا يعني الفنانة اللي ما حصلتش ذكاء هيفاء هو طول الوقت إنها عرفة هي بتعمل إيه ومخططانه كويس ومشي في سكتها وما بتسمعش للمشككين ولا المحبطين ولا الولا 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 لا بتسمع للمنتقدين بس المشككين والمحبطين لا وطول الوقت هيفاء عرفة نقاط قوتها وبتلعب عليها كويس قوي وعرفة نقاط ضعفها وبتبعد عنها كويس قوي وده قمة الذكاء قمة الذكاء قمة الذكاء إن أنا بقى مفيش حد في الدنيا كامل الكمال لله وحده لكن أي حد عارف نقاط ضعفه الغبي هو اللي لعب على نقاط ضعفه وإظهرها للناس هي بتخفيها بتحسسك إنها مش موجودة رغم إنها موجودة جدا ونقاط قوتها بتعظمها وبتكبرها وتوريها لك كأنها كل حاجة موجودة في الكون أضف بقى إلى ذلك إنها بتفكر لإدارة موهبتها بشكل متكامل الأسبوع ده بخلاف الغنى والتمثيل والفيديو كليبس والحفلات اللي هي بتعملها قررت إنها تفتتح بيت أزياء أو خط أزياء خاص بيها وبيجري إعداده دلوقتي وتسويقه والإعلان عنه ليكون واحد من أهم بيوت الأزياء وخطوط الموضة مش بس في لبنان ولا في مصر ورطن عربي لا على مستوى العالم هو الحقيقة أوحش حاجة في الموضوع وأنا ببلغ هيفا هو أوحش حاجة في الموضوع يا هيفا الاسم اللي أنا مش عارف أن تقعه يعني لازل نختار اسم معقد واضح إنه اسم فرنساوي وانتو عارفين ده أنا فرنساوي يعني عامل زي اللغة اليابانية كده بالنسباني شوية المركة اسمها بو فويو متهيئة اللي لو أنا بنطقها صح بو بو أو بو بو مش عارف يخلنا الفرنسيين بو بو داي اللي هو حلو أو جميل فويو مش عارف دي يعني من الحقيقة ما أكتبش فأتمنى أن أي حد من الزملاء اللي بيفقه في الفرنسية يقول لنا يعني إيه بس أدي اللوجو يعني بو ودي صورة هايفا ومكتوب تحت هايفا وهبي ده أو حاش حاجة في رأيي هايفا في القصة إنه المش عارف انطاع البتاع لأنه أنا محدة ما عرفش طلع لساني منو منو زي ما انتم بتقولوها كده فبو لكن لكن الحلو هنا فين إنه هايفا تدير نفسها على أنها مش مجرد مطربة مش مجرد مجنية مش مجرد فنانة والسلام لا ده هي بتصدر نفسها وتسوق نفسها لينا وللعالم على أنها مؤسسة وهي دي الفكرة بقى فكرة النجومية اللي تخلق من وراها كيان كيان يعيش فهي هايفا بتقول إحنا دلوقتي عندنا الأغاني والأفلام وعملنا رصيد محترم دلوقتي ندخلها في العالم التجاري وعالم الموضة ببصمة هايفا واهبي أزياء من خطوطها ومن رسوماتها ومن تصميماتها طبعا في ناس بيساعدوها بس في النهاية هي الوجهة وهي الصورة أنا الحقيقة حابب الفكرة دي وأدعو كل الفنانين المصريين والعرب النجوم الكبار إن هم يعملوا كده مش لازم خطوط موضة ومش لازم حاجة تجارية بس فكرة المؤسسة يعني نفسي الأستاذ عاد الإمام يعمل مؤسسة باسم عاد الإمام تطلع مؤسسة خيرية تطلع مؤسسة اجتماعية تطلع مؤسسة أهلية تطلع مؤسسة صناعية تجارية إعلانية تطلع لازم ما تطلع كل واحد طبعا على حسب ميولو وعلى حسب اللي هو بيفهم فيه وعلى حسب تخطيطه نفسه بس أنا نفسي كده نفسي الفنانين لأحمد السقه يبقى فيه جمعية باسم أحمد السقه جمعية تعمل أي حاجة مؤسسة بتاعت أحمد السقه مش عارف إيه دار إيه بتاع خريب عبد العزيز مش عارف مين إيه بتاع هند صبري مش عارف كذا إيه بتاع فاروق الفشاوي مش عارف إيه بتاع شريني عبد الوهاب وأنا قصد على فكرة أن أقول شريني عبد الوهاب لأن شريني عبد الوهاب نجمة مصرية كبيرة هتقول لي تابع انت غيرت كلامك هقول لهم لا أنا انتقدتها وبشدة على زلة اللسان اللي كانت في الحفلة بس هذا لا يمنع لأن شريني عبد الوهاب تظل عندي نجمة مصر الأولى في الغناء نجمة مصر الأولى في الغناء ولو كانها الكارهون بتغلط بكلامها في الحفلات بتقول بعض الكلام بحسن نية بيتفهم غلط أو بيؤدي إلى سوء تفاهم آه بس دا ما يمنعش إنها حنجرة وموهبة ما حصلتش ما حصلتش وانا ما بغيرش كلامي والصح صح والغلط غلط على الأبتي فنفسي شريني عبد الوهاب تعمل حاجة برضو عايز يتحول النجمة عندنا في الوطن العربي من مجرد ممثل أو مغني أو مطرب أو مؤدي إلى مؤسسة تسعد نفسه وتسعد الآخرين وده الحقيقة بتعمل برة بكثرة يعني معظم الفنانين الأجانب بتوع هوليوود بالذات ما فيش فنان كبير إلا ما يكون عنده هذا النشاط فيه واحد عنده نشاط خاري من خلال جمعية كذا وفيه واحد عنده مؤسسة مش عارف إيه لرعاية الأطفال في إفريقيا وفيه واحد مش عارف واحدة مثالي اللي هي كاثرين زيتا جونز أعتقد عندها جمعية كبيرة جدا لرعاية الحيوانات الأليفة في كل دول العالم في كل دول العالم بتاخد بعضها وفريق عمل معاها وبينزلوا مش عارف فين يبصوا على أوضاع القطط في كينيا وأوضاع الكلاب في بنجلادي كده هتقول لي تفاعة مش تفاعة بلحيط كل واحد حر بس أنا أصلي إنه في حاجة اسمها كيان فأنا بهني هيفا وهبي على هذا الكيان أو هذا النشاط المؤسسي الجديد وأرجو إنه يكتب له النجاح وأرجو إنه يبقى فيه ملابس رجالي كمان مع الحريمي عشان نشوف زوء هيفا في ملابس رجالي عامل إزاي وأرجو إنه هتفكر في الإسم تاني إنه أنا مش عارف أنطقه وأرجو لها النجاح بعد الفاصل نكمل أخبارنا في آخر النهار في لمسة إنسانية تعكس معنى إعلاء قيمة حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون فقد وفق قطع السجون على زيارة أحد عشر طفلا مدعين بإحدى دور الرعاية لأمهاتهم نزلات سجن القناطر للنساء بهدف لم شمل الأسرة وطمأنة الأمهات على أولادهن وهو ما جاء بالمردود الإيجابي على السجينات أهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل الحقيقة في حاجة مصرية بتحصل هي مبهرة مبهرة مش إن أنا بمدعها لا طبعا أنا بحاربها بس هي مبهرة في كثرتها في قدرتها على إنتاج كل هذا الكم في ساعات قليلة جدا أنا بكلمكم عن ماكينة إطلاق الشائعات في مصر الحياة مبهرة مبهرة لازم تقف يا أنا هاربيا أنتوا قادرين تطلعوا كل هذا الكم من الشائعات في وقت قصير جدا وتنشرواه قوي كده وينتشر شبحان الله حاجة في منتهى الغرابة إن إحنا المفروض في وقت المعلومة فيه كنز المعلومة فيه كنز وإن المفروض إن إحنا شعب أصبح عنده قدر من الوعي وقدر من التفطن وقدر من الإدراك خلاص ما بقاش نضحك علينا بقى نضحك علينا كتير نضحك علينا كتير وقال لك مش عارف من كتر لإيه كذا فالمفروض إن إحنا بقى فوقنا وعيينه دلوقتي نبقى نشم كده لحتي الكتبة نشمها ومع ذلك ما كنت الشائعات شغالة وإحنا وراها شغالين الله ينور شير 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 عارفيني الزرار اللطيف اللي على الموبايل أو على الكمبيوتر بتاع شير ده شير يعني شير المعلومة وإنت مش متأكد منها فبقيت إنت كمان مصدر ليها وللأسف مصدر كاذب كمان ليها مجموعة من الشائعات تطلعت خلال اليومين 3 اللي فاتوا ومش عارف برضو جابوها من إيه مثلا مثلا بقول لكم بس يعني بشكل كده عام مش حصرية ومعظم خدوا بالكم الشائعات اليومين دولت متعلقة بإيه متعلقة بالتعليم ليه عشان تكسر حالة التفاؤل اللي موجودة عند الناس بسبب الخطوات اللي حصلت في الأيام الأخيرة لتطوير التعليم منها بداية الدراسة في هذا السمسطر بيه المناهج الجديدة وبالأشكال الجديدة منها تسليم التابلت المدرسي لأول مرة لطلاب أولى ثانوي فبقى فيه تطوير وتكنولوجيا ويعني حاجات حلوة كتير فطلعوا إشاعة قالك إنه أجهزة التابلت تتسرقت من مدرسة سنوية في كفر الشيخ مش عارف إيه و12 جهاز تم مش عارف إيه كل ده كنافة بالإشطة قالك إنه هم خدوا بالكم حيجبروا الطلاب بتاع المنازل على شراء التابلت وبفلوس غالية وده تحميل مش عارف إيه وحرام وبتاع فيش كلام من ده كنافة بالإشطة قالك بقى زيادة إنه حيعملوا زي موحد للمدرسين إجباري زي موحد للمدرسين إجباري زي موحد للمدرسين ده تمشي كل مدرسة عايزة تعمل كده تمشي كل مدرية تعليمية عايزة تعمل كده تمشي لكن إجباري في رأيه ما تمشيش ما تمشيش ليه إن مش هو ده تطوير التعليم مش هو ده حتى لو هو ده واحد من آخر كماليات تطوير التعليم مش عندنا لأن إحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا هادي لسه بنقول حنطور التعليم في المضمون في المحتوى حنسيب كل ده ونبص في زي المعلمين والمدرسين وابتنى تتشر صور زي ما انت شايفينها كده خلاص حطوا اليونيفورم بتاع المدرسين الأولاني خلص الرماضي ده معلم مدرس عادي البني معلمة مدرسة الزيتي ده ولا مش عارف لونه إيه زيتي متهالي أو بترولي ده الإداري والأزرق اللي وراء ده خدمات معاونة ومش عارف ليه شاكك في الموضوع ليه لأن مستحيل زي الخدمات المعاونة يبقى أشيك منهم كلهم يعني أحلاهم قصة ولون هو بتاع الخدمات المعاونة فمعقولة يعبرون خدمات المعاونة أشيك من زي المعلم مش عارف وقال لك ابنه ده خلاص جاهز وحيتم تعميمه وما فيش مدرس هيخش الفصل بعد كده إلا هو لابس اليونيفورم ده زكاة العيال نفسها بتلبسوا اليونيفورم خلونا بقى احنا نحن نتحك على بعض العيال نفسها ما بتلبسوا اليونيفورم وفي بعض المدرس الحكومية تشوف شكل العيال اللي فيها تعيس من هما ما لهمش علاقة ببعض ما لهمش علاقة ببعض بسبب كل واحد لابس اللي هو عاوزه ف يعني إذا أمرت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع فعشان تطلع الشائعة دي وتبقى عايزت يعني تتحقق منها وتقول إنها صح ومش عفيه منين؟ منين يعمل حك منين يعمل حك الحمد لله على كل شيء بس تدعو بس إن الخطوات اللي بتحصل في التعليم دي تؤتي ثمارها وعيالنا دمخة تنضف دمخة كده تنضف من الأفكار المعششة فيها والصم والحفظ والبلاو اللي كانت موجودة والحشو اللي ملوش لازمة وبتاع وإنها صدت من قلة التفكير لمغرد إن عيالنا عيالنا عقولها تفكر دفحت ذاته نعمة كبيرة فادعوا بس إنها تتم ادعوا بس إنها تتم بالمناسبة وإحنا بنكلم عن التعليم معلش تعارفين الكلام بيجي بعض وفي حاجات كده بتبقى وقفة هنا لازم أقولها لكم أنا خلاص مش حكوا حاجة تاني حقفل بالموضوع ده ومانا آه 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 من لمه هو العده آه حنرش قدام المكتب زي الفل كده مش فاضل دقتين اسمعوا واعوا لقطتين لقطتين حاولهولكم ليهم علاقة بالتعليم عشان تعرفوا يا مسؤولين عن التعليم انتو مسؤولين عن حاجة مهمة ازاي قوي واللي بيكسروا دلوقتي في المأديف واللي بيحاولوا يحربوا تعرفوا الجريمة اللي هم بيعملوها في حق البلد كلها مش في حق التعليم بس في وقعتين الوقعة الأولى لوحة جدارية كبيرة لوحة جدارية كبيرة محطوطة على باب احد الجامعات الكبرى او احدى الجامعات الكبرى في الارجنتين او في البرازيل مش نستنى البرازيل يا البرازيل اي ارجنتين مهم بلد فيها كورة حلوة الجدارية كبيرة دي مكتوب عليها ايه مكتوب عليها كده اذا اردت ان تدمر بلدا فليس عليك ان تشن عليها حربا يعني مش لازم تشن عليها حرب ولا عليك ايضا ان تغرقها بالمقدرات يعني مش لازم تبزي المجهود واتهرب مخدرات عشان تكايف العقول مش لازم ولا حتى ان تطلق عليها الفيروسات السامة فاكرين كان في حاجة زمانة تسميها الجامرة الخبيثة ومشا عم ايه بتا كل ما عليك هو ان تدمر التعليم فيها فتصنعوا اجيالا جاهلة باسم العلم اجيالا جاهلة باسم العلم يعني اجيالا اسمهم متعلمين ما هو دخلوا مدرسة وخدوا شهادات لكن هما في الاصل جاهلة فالنتيجة انه المتخرج ده الطبيب يقتل المريض وهو بيعالجه لانه جاهل والضابط لا يحسن عمله لانه جاهل والمهندس تتهدع مراته لانه جاهل والمحامي يخسر قضاياه لانه جاهل ول 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 فيصبح كل المتخرجين اللي تحت اسم المتعلمين وهم لم يتعلموا شيئا فاشلين الجدارية اللي موجودة في امريكا اللاتينية دي معناها ازا كنت عايز تدمر شعب ادينه تعليم سيء ويسيبه ويسيبه هيطلع اجيال مدمرة واتدمر الاجيال اللي بعدها دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مساء الخيرات يا دكتور اهلا مساء نوري فنجم اهلا مساء ازاي معليك فنجم بخير الحمد لله الحمد لله يعني انا طبعا بخلاف ان انا كنت مكلم استاذ المشاهدين دلوقتي عن اهمية التعليم وقيمة الدفع اللي احنا المفروض ندفعه وراء حركة تطوير التعليم اللي بتحصل دلوقتي والجريمة الكبرى اللي بيرتكبها البعض اللي بيحاول انه يكسر المأديف او يطلق الشائعات او كذا بس الحقيقة انا كنت مقلت ان حركوا في الوزنة محظوظين او لان انتوا خدتوا نصيب الاسد من الاشاعات خلال 48 ساعة او الاسبوع اللي فات لا والسنة اللي فاتت كلها احنا الاول صحيح صحيح هي معاني الوزير القصة انه كل هذا التكثيف من الشائعات احنا كنا كان لدينا الاسبوع اللي فات عن الاستهداف وانه محاولة تشتيت الانتباع عن الخطوات اللي بتحصل بس في حاجات بتبقى مقصودة جدا يعني زي مثلا اللي حصل الوقت تحاولين فكرة ازي الاجباري للمدارسين والمعلمين يعني ما فيش موضوع اصلا هو ده الغريب يعني في محافظة السيد المحافظ قرر يجرب فيها حاجة وتعرف التعليم ادارته لا مركزية فالسيد محافظ الودي الجديد عنده ارقام صغيرة ففكر في فكرة التوحيد الزي فكرة نظرية مش وحشة كل فيه شرائح كتير اوي في المجتمع يعني لابسة زي زي قطا ايه بس احنا فين والكلام ده فين ده لما نفنش يا دكتور لا والله في حاجات ممكن تتعامل قبل حاجات او مع بعض والرجل طلع اتكلم عليها تختص بالودي الجديد يعني لا في خطة عندنا ولا ده موضوعنا لا اجباري ولا زي موحد ولا تعليمات ولا حاجة خالص فما فيش حاجة نهائيا احنا بنسمع عنه في الجرائب زي محاضرة تقسمات عنه تمام طيب النقطة التانية فنم ودي عتقد ده نقطة مهمة لها علاقة بطريقة ادارة المنظومة احنا اسمعنا انه حيتم التعاقد على مدرسين مؤقتين والحقيقة مش عارف الرقم اربعين الف او حاجة كده فنم لا اكتر حوالي ستين ستين الف طيب القصة دي دايما انا بقول لحضرك بقى انا في التعليم على الاقل متابعة اعلامية لها قبل حضرتك هنا في المرنامج من التسعينات الحقيقة القصة دي دائما مثار صداع عشان اولا المسابقة وطريقة الاختيار والناجحين ومش الناجحين واتهمات بالكوسة وحتى الكمبيوتر في مصر متهم بالكوسة والنقم كمان بيعمل نوع من المحاباة ثم يقول لك طب انت خدتني حتسبتني امتى تقول له لا من اوقتك مؤقت تقول لك طب مؤقت تعني طب انت سيبتني وشغل بقى كبير دائرة طويلة من الصداع لا حد لها والله يبص احنا يعني لو هي حدت حد مكاننا هيبقى بين نارين اه يعني نعمل الناس هتزعل ما نعملش الناس هتزعل اه احنا عندنا عجز في المعلمين وصل وسوق توزيع في المعلمين اه لما وما عندناش معلومات دقيقة فاحنا بقالنا سنة بنجمع المعلومات الدقيقة لحد ما وصلنا للعجز والزيادة في كل مدرسة في كل تخصص وده انجاز لوحده اني بقى عندنا قاعدة البيانات دي طبا فلاقينا ان احنا محتاجين تمانية وتسعين الف اه عشان ناقلي على العجز تماما عن طريق انهاء الانتدابات اللي كانت يعني مستشرية ان الناس كلها بتفضل بدل ما يبقى معلم في الفصل يروح يقعد ورا مكتب ويمشي الساعة اتناشر صحيح وياخد مكافآت الامتحانات ومكافآت المعلم ومكافآت الإداري مع بعض تمام احنا وقفنا كل ده ورجعناهم فكده خفضنا المطلوب حوالي تمانية وتلاتين الف تظلمات احنا عايزين نرجع تاني مش عايزين نبقى معلمين دي اول حاجة اه الستين اللي فضلين بقى كان لازم نستعيد بحد والتعينات موقوفة في الدولة صح ما نقدرش نزاود في الجهاز الإداري صح ولا في موازنة فاحنا اه اجتهدنا ووفرنا ما يكفي لسد العجز فيه عن طريق مواردنا الزاتية طبعا اضطرينا نحط الحد الادنى لجور للأسف مليون هيتصرفوا في التلات تشهر دول وقلنا بمنتهى الوضوح دي ونظيفة مؤقتة جدا في التخصصات مؤقتة في اماكن وبتتعمل على مستوى الادارة يعني الادارة في كل محافظة صحيح اه احنا مسيطرين عليها مركزيا عن طريق الكمبيوتر بحيث ما يحصلش اي نوع من الاستثناءات وعشان كده قلنا ممنوع المديرين او القيادات تجيب قريبها عشان كده بنطلب القيد العائلي والاراب عشان كانت العملية زمان فيها يعني مجاملة كتير اوي اوي مفهو وبالتالي قلنا لا احنا عاوزين معلمين اكفاء طبعا حكاية التثبيت ما وعدناش به احنا كتبنا في منتهى الوضوح دي مؤقتة تلات شهور بهذا الرقم عشان ما حادش يرجع يقول اللي حرطك قلت فده مش تعيين دائم لا لا انا امشر حضرك بس معلم وزير انهم حيقولوا انا بس يعني بقولك التجارب السابقة انهم مفين ومضين وفي نهاية العقد بيقولوا طيب بص انا معايا مكالمة الحقيقة مهمة جدا يوسف تامن اضطر طيب لا لا فدر ان شاء اكون خير ان شاء الله فدر فدر تمام طيب مش هنستنى ان ما نتطمن على معلم وزير طيب تمام خير ان شاء الله ختام الكلام ودي الواقعة التانية اللي كنت بأكلم حداكم عليها قبل انا اطلقكم خلاص الواقعة بتاعت الجدارية بتاعت الامريكا اللاتينية انجلا ميركل المستشارة الالمانية من سنة ونص كده سنتين تقريبا سنة ونص تقريبا عملت زيادة في مرتبات المدرسين والمعلمين اللي هم الحكومين التبعين للحكومة الالمانية وما زودتش معاهم لا القضاء ولا الزباط ولا المهندسين ولا كذا التابعين للحكومة الالمانية برضو فالمهم حصل شوية غضب كده وفي احد المؤتمرات اللي حاضر فيها بقى اطياف المجتمع وكده وقف احد السادة المهندسين اللي بيشتغلوا في الحكومة الالمانية وقف قال لانجلا ميركل كده قال لها يا سيادة المستشارة بالالمانية طبعا سيادة المستشارة اللي حصل ده فيه ظلم وفيه تحيز احنا كلنا موظفين في الحكومة فازاي تزودي مرتبات المدرسين والمعلمين وما تزوديش مرتباتنا احنا كقضاء وضباط ومحامين ومهندسين فردت عليهم بجملة واحدة وهي ختام كلامها وكلامي قالت لهم كيف وساويكم بمن علموكم سبعة خير